من كنوز المعلومات الفقهية كنوز فقه الأذان كنوز المعلومات الفقهية هي فقرة هتقابل فيها مع حضراتكم هحكي لحضراتكم عن سنن بعض العبادات وآداب بعض العبادات وفقه بعض العبادات اللي خليك أولا تؤدي العبادة دي عبادة صحيحة وتحافظ عليها من تصرفات ممكن تبطل العبادة دي وتساعدك أنك أنت تنتفع بالعبادة دي ويا رب ناخد فيها أعلى ثواب عند ربنا سبحانه وتعالى وعايز أبدأ معاكم بعبادة عبادة الأذان وعايزك تفتح لي قلبك النهاردة لأن دي عبادة زي ما يكون باب كبير قوي قوي للأجر وباب كبير للتعرف على الله والصلاة بالله والثواب في الدنيا والآخرة لكن كتير مننا قافل قلبه عنه يعني أسألك سؤال النهاردة أنت ركزت مع أدان من الخمس أذانات أو أيا كان كم فرض عدة لغاية دلوقتي في المكان اللي أنت فيه ركزت مع الأذان؟ رغم أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بالتركيز مع الأذان وسيدنا النبي لا يأمر إلا بمعالي الأمور والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمرك إلا بشيء يقربك من ربنا وكون إن الأذان بتعصلا خمس مرات في اليوم إذن هناك حكمة من عند ربنا أن يكرر على مسامع الموحدين ألفاظ الأذان دي والنبي يقول لهم ابقوا رددوا معاه إذن هناك حكمة من ترديد المعاني دي على القلب غير الثواب الرهيب اللي ممكن ناس مننا ما يكونش عارفوا لو قال كلمات بسيطة بعد الأذان الأول الأذان يعني الإعلام فالأذان هو إعلام بدخول الوقت وأذن في الناس بالحج يعني أعلمهم بدخول وقت الحج والأذان سنة طبعا الحمد لله جوا معنى بيؤذن فيها لكن أنا بتكلم على مستوى واحد بيصلي في بيته مش لازم تأذن أو تقيم لو هتصلي في البيت وإن كان لو أذنت أو أقمت أنت أجرك بيرتفع وهقول لك دلوقتي على أجور المؤذنين وثواب الأذان لكن ينفع تصلي من غير ما تأذن ولا تقيم وانت بتصلي لوحدك الأذان شرع في السنة الأولى من الهجرة إن سيدنا النبي بيقول لهم هنجتمع إزاي على الصلاة فبعضهم قال ننفخ في بوق كده فنجمع الناس وبعضهم قال نعمل بجرز فنام سيدنا عبد الله بن زيد فحلم بصيغة الأدان جاء لها للنبي عليه الصلاة والسلام قال له بس دي إشارة من ربنا ولكن مر بها بلالا قول لبلال هو لأدن فإنه أندى منك صوتا صوته كان حلو فعشان الناس تسمع الأدان بصوت جميل النبي وصّل قال إذا سمعتم النداء الإذان يعني فقولوا مثل ما يقول واضح إن تكرار ألفاظ الأدان القلب محتاجه إن أنا أقول في اليوم خمس مرات أو يا سيدي مرة عملها لو أنت مشغول وسمعت أدان وكان عندك وقت كده الله أكبر الله أكبر اشهدوا أن لا إله إلا الله اشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة بنقول لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاة بنقول لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله من قال وراء الأذان مثل ما يقول ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي طعز واحد هو إحنا أصلا إلا هينجينا زي شفاعة النبي يوم القيامة النهاردة لما يكون الذكر ده اللي أنا قلته مثلا في خمستاشر ثانية واحد بيروخ خمس مرات في اليوم لما تروح للنبي عليه الصلاة والسلام وانتقيل وراء كل أدان يا أخي قلت مرة واحدة كل يوم في حياتك وقابلت بالنبي وهو اللي وعدك والنبي لا يخلف الوعد لأن الله لا يخلف المعاد وربنا اللي قال للنبي يقول لنا كذلك قول وراء كل أدان بعد ما تردد الصيغة بتاعت سؤال الله الوسيلة والفضيلة لسيدنا محمد وقال صلى الله عليه وسلم من سمع الأذان فقال مثلما يقول ثم قال وانا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله غفر له ما تقدم من ذنبه قلها ولو مر في اليوم ربنا يغفر لك ما تقدم اللي عملته من ذنوبك كلها النبي اللي قال كده روى الإمام مسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة وانت واقف على السجادة لو بتصلي في بيتك مش بتصلي في الجامع أذن ولو مر في اليوم تيجي يوم القيامة طبعا طول العنق كناية عن الشرف والمقام يقول لك أنت أسرت رقبتي بقى تقدس سمسامة الإنسان لما بيكسف بيبقى عامل كده الشامخ بعنقه معناها أنه جاي في مقام شريف يوم القيامة ضمن المعلومات المهمة اللي محتاجت عرفها عن الأدان إنك لو قدنت وأقمت وانت بتصلي لوحدك قال صلى الله عليه وآله وسلم فإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يراه طرفاه لو أنت بتصلي في حتة لوحدك أذنت على قد ما سمعت نفسك وأقمت ثواني هيصلي وراك اللي عينك ما تجيبش آخره من مخلوقات اللي الله يعرفها ويخلق مالها تعلمون سبحانه وتعالى من سنن الأذان لو حد هيأذن من سنن مش فرائد يعني ينفع تأذن من غير الحاجات دي لو عملت الحاجات دي تاخد الأجر كامل من سنن الأذان الوضوء لكمال الحال حسن الصوت واحد يأذن بصوت حلم وضع الأصابع في الأذن عشان تبقى سامع نفسك كويس ويستحب للمؤذن إنه هو اليقين دي كانت مجموعة من آداب وسنن وفقه الأذان عايزة أوصي حضراتكم مدام النبي وصه يبقى خليك ورى وصية النبي والحظيوم وريوم أثر ترديدك للأذان على ثابات عقدتك في قلبك وعقلك ولا يوصي النبي إلا بمعالي الأمور صلى الله عليه وآله وسلم